السلام عليكم ورحمة الله اعزائي مرحبا بكم في القناة ديالي الوصفة ديال اليوم غدي نقدم لكم محجاجة محشوه بالرز ومرافقة مع الخضر كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتنار ريضة ديالكم نمرو للطريقة والمراحيل ديال هاد الوصفة كانحتاجو هنا ايه دجاجة من الوزن كيلو وانصف غرام وكانحتاجو الروز درتانا واحد المقياس ديال زلافة اه سلقتو في مع القليل ديال شوية ديال من الملح وكان نسلقو بحلمة هكدا كيف كتشوفو اما بالنسبة لتتبيل اللي غدي انتبل بها دجاجة من الداخن ومن بره كانحتاجو لها اه معلقة ديال اه الفلفل احمر معلقة ديال الابزار فلفل اسود معلقة ديال صغيرة ديال الكمون اه اه كانحتاجو جاج Jane jcourse من الثوم كانحتاجو ملعقة كبيرة من البقدونس وكانحتاجو القليل من الماء. وبالنسبة لالاتبيل اللي غدي ندير حتاها هي فالروز كان نحتاج نفس التتبيلاء اه كانحتاجو ملعقة صغيرة من الملح سب الضوق ملعقة صغيرة من الفلفل احمر ملعقة جوج مع القاتصغار من الكمون ملعقة صغيرة من الكوركوما نصف ملعقة صغيرة من فلفل اسود وكنحتاجو جوج 3 عفوان 3 فصوص من الثوم وكن نحتاجو حامضة مصيرة مقطعة رقيقة ونزولو لها هذا العظم ديالها باش ما كيجيناش مر كيعطينا وكن نحتاجو جمعالقة كبار ديال البقدونس وملعقة صغيرة من القصبور وكنحتاجو القليل من الماء دابا غادي نمرو للطريقة ديال التحضير غادي نبدو بتسبيلة ديال اللي ذكرتها في الاول كنا نضيفه قليل من الماء باش تندمج لنا هاد تسبيلة كيف كتشوفو وغادي ندمجها مزيان غادي ندير الدجاجة عفوان نحاول ندهن الدجاجة مزيان من الجلد ومن الداخل ومن بره مزيان مش تسبيلة الدخول لنا مزيان بحل هاد كين هاد نفس هاد تعمار ديال هاد جاجة والحشوان قدرون نديروه في الفران لما بغاش يبخرها دابا غادي ندوزو الروز نديرو فيه التتبيلة حتى هو كنضيف فيه نفس التوابيل كنضيفها كاملة كيف كتشوفو كنضيف الحاماض والثوم والربيع القصبور والمعدنوس البقدونس وكن نحاول ندمج هاد العناصر جيدا وغادي نحط القالين من الزيت زيت الزيتون وندمج هاد العناصر جيدا حتى كينساج موليا مع بعض وكن هاد 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 الروز هاد غادي نحشيو به الجاجة من الداخل وما تبقى من الروز غادي نخليه باش نرافقوه مع الجاجة ان شاء الله نحاولو ما نعمروش جاجة بزيف حيث كان عرفو بلا الروز كي يضاعف الحجم ديالو ترجمة نانسي قنقم كيف كتلاحظو بحال ما هكدا نحاولو قانا ما نعمروش بزيف سوف نضيفها على الجنب بحال ما هكدا شوية باش غادي نضيف الروز ما تبقى لي من الروز غادي نضيفه في الجنب ديال الجاجة باش هو يتبخر لي باش ينساجم لي كيعطيني واحد اللده صراحة رائعة وكان فرق ما بيناتهم كان دير واحد الورق غدائي باش داك الروز ما يتتاصقش لي مع الدجاجة كيف كتلاحظو ودابا غادي نديرها تبخر غادي الدجاجة غادي نقلبها على السدر ديالها حيث السدر هو اللي كان عارفو كي ياخد لنا شوية الطياب وغادي نخليها تقريبا على تقريبا ساعة ديال المقانة المهم حتتن 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 طيب لينا وفي الحشوة درت كيف كتشوفو الورق غدائي درتو الوسط ديال الحشوة ديال الجاجة عفو باش ماي ما تخرش لي الحشوة وبالنسبة الخوضر المرافقة كيف كتشوفو انا درت هنايا الجازار درت البطاطيس درت هدا الشيف لور الزهر البيضاء كيف كتشوفو درت البروكولي غادي نبخرهم التتبيلة دابة ديال هدا ديال الخوضر ضفت هنا يا معلقة كبيرة ديال البقدونيس ديال فص واحد من الثوم القليل من الزيت الزيتون الملح ابزار وخليتم واحد شوية تقريبا واحد جوش دقايق حتى تيتشحره وغادي نضيف فيهم الشيف لور او الزهر البيضاء ونفس التتبيلة غادي ندير هال ما تبقى من الخوضر مع هذا الشيف لور من اللي كان بحل ما هكذا تنسوطي تنزيد عليها عصير ديال واحد المعلقة صغيرة ديال العصير الحامض وكيف كتشوفو هدا هو الطبق النهائي زوقتو بحل ما هكذا وضفت كيف كتشوفو الروز وكنتمنى هاد الوصفة ديال اليوم اتعجبكم وتنار رضا ديالكم صراحة كتجي لديدة بزاف وكنتمنى تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم احباب ديالكم باش تعمل فائدة على الجميع وكنتمنى تدعموني وتعملوا تعملوا لي يا لايك وباش نستمر حتى انا فنعطي كل ما جديد هو عندي وبالصحة والراحة الى وصفة قديمة ان شاء الله موسيقى